عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي في نسخة 12 في الرابع من نوفمبر القادم شهد هذا الاجتماع تأكيد الاستعداد على مختلف المستويات والتنصيق بين كل الأطراف والجهات المعنية لاستضافة المنتدى وتم استعراض محاور أجندة المؤتمر حيث يشهد اليوم الأول افتتاح المنتدى وافتتاح المعرض الحضري بالإضافة إلى عدد من الفعاليات والملتقيات الجماعية والجلسات بينما يشمل اليوم الثاني انعقاد جلسة وزراء الإسكان الأفارقة وبعض الموائد المستديرة وجلسات حوارية خاصة بعدد من الملفات كما تستكمل فعاليات اليومين الثالث والرابع بالجلسات الحوارية والموائد المستديرة في الملفات الأخرى التي تشملها أجندة المنتدى في حين يشهد اليوم الخامس والأخير مراسم حفل ختام المنتدى الحضري العالمي